الحتة بقى لنا ما كملتهاش في وقفة الاربعين دي أما الاربعين بجد أشوفها خربها أقلك لأنه أنا كده هزع إيه هي شوف الناس اللي بتشتغل لما نيجي نقول لهم احنا هنوقف المشروعات هم مش قاعدوا في البيت وادمتم لا دا المسألة أكبر من كده بس عشان تبقى فاهم أنا بقول الكلام دا للمواطن يعني عشان يبقى فاهم القصة بدل ما إيه ألاقي ناس قاعدة عمالة تكتب على فيسبوك ولا على تويتر ولا يعملوا فيديوهات على تكتوك ما نوقف المشروعات القومية واحد طبعا يعني عادة بيبقى فينا استفهة تصوي لك ملهاش لازمة ملهاش تقول لي حياة كريمة دا ملوش لازمة 60 مليون مواطن بالنسبة لك ملهمش لازمة ازاي يعني طيب ما تقصدش حياة كريمة تقصد حاجات تانية دا أنا بيكله عادة في ناس بطلع على تكتوك والله تعمل بلاوية مهم الناس لما تقعد في البيت السؤال هو بيقبض لا ما بيقبضش مهم ما بيشتغلش طيب ما بيقبضش دا معناه ايه ما بيصرفش طب ما بيصرفش معناه ايه يعني بضع ركدة ركدة ما بتتبعش ما بتتبعش يعني منتجها يبدأ يقلل الانتاج يقلل الانتاج واحدة واحدة ممكن هو كمان يفلس فيبقى المصنع عواقف فيمشي العمال اللي عنده وهكذا المسألة سلسلة دي اسمها دورة رأس المال أبوس إيديكو قبل ما نطلع نقول الحاجة نعرف وزنها ايه أنا مش العالم ببواطن الأمور خالص خالص والله اطلاقا أقل واحد في حضراتكم جميعا في المية وعشر مليون مواطن إن كان في ميزة عدلة هي إن أنا خارج اقتصاد بتوع اقتصاد دول بيبقوا منطقيين المسألة حسبة منطق عشان كده أنا شرحتها لك بالراحة فلان قاعد في البيت ما قبطش ما صرفش ما اشتراش الحاجة اللي ما بيشترياش بعد شوية تبقى راكده على الأرفف بعد شوية تبقى مرتجع يرجع للمصنع مصنع يقولك قلل إنتاج بعد ما نقلل إنتاج تبقى أقلل ساعة عمل أقلل ساعة عمل اللي عمشي عمال مشيت العمال المصنع قفل فزودت عدد البطال يعني ايه ايه عرأي سعيد صالح الله يرحمه انت ايه يا شيخ مش كده الناس اللي بتوع تقول الكلام مش كده بنوزل بنوزل بس الأمور بالراحة كده وبالهداوة اشتركوا في القناة